أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارا صحفيا مع صحيفة أساهي إحدى أكبر الصحف اليابانية وذلك على هامش زيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا لمصر وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الحوار الصحفي تطرق إلى العلاقات المصرية اليابانية الوثيقة والتعاون بين البلدين في تسوية القضايا والأزمات الدولية وخلال الحوار الصحفي أكد الرئيس السيسي حرص مصر واليابان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات مشيدا بقوة العلاقات بين الدولتين وأطر التعاون القائمة بينهما في مجال التنمية كما نوه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى التنصيق الجاري بين البلدين لإيجاد حلول وتسويات للأزمة الدولية الراهنة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات الغذاء والطاقة والتمويل اشتركوا في القناة